الأرقام التي قدمها التقرير السنوي لمجلس المحاسبة يكشف عن إهدار مئات الملايير في إعادة تقييم المشاريع فبعضها تضعفت ميزانيتها بـ 900% من الميزانية الأصلية في وقت يحدد القانون إعادة تقييم الصفقات والمشاريع بـ 20% فقط إعادة تقييم المشاريع نلجأ لها في حالة تدهور الأسعار في حالة وجود تذخم معناه في الحالات التي تم يمر بها الاقتصاد بأزمات لكن هذه الحالات في حق الأمر الحالات محدودة المقارنة في السابق لم يكن هناك ظوابط لا ظوابط علمية ولا ظوابط أخلاقية ولا ظوابط قانوني في إعادة تقييم اقتصاد الجزائري مر بمرحلة لا قانونية لا قانونية مرحلة لا قانونية فكانت إعادة تقييم المشاريع يعاد فتحتقي كل مشروع قانون مالية إلا ويخصص فيه اعتمادات لإعادة تقييم إعادة تقييم المشاريع كلفت خزينة الدولة 8900 مليار دينار خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة أرقام قدمها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن استمرار هذه الممارسات جعلت الحكومة تدق نقوس الخطر وطلبت باحترام أجال إنجاز المشاريع من أجل تفادي تخصص ميزانيات إضافية الوضع الحالي للاقتصادي وللوضع حالة الاقتصاد الجزائري يسمحوا بمواصلة على هذا الرتم ينبغي عندما نفتح ملف إعادة تقييم ينبغي بشروط دقيقة جدا إعادة تقييم لا بد أن تبنى على معايير اقتصادية إلا أن تبنى هذه إعادة تقييم من المستقبل لا بد أن تبنى على معايير اقتصادية ولا بد أن تضبط ما لا تعالج بالكفية التي كانت تعالج بها في السابق في ظل تهاوي قيمة الدنار وتأخر في إنجاز المشاريع يتطلب إعادة تقييمها من جديد وضخ ميزانيات إضافية للمشروع مبالغ ضخمة تنهك الخزينة العمومية وتؤثر على احتياط الصرف